اشتركوا في القناة وكان مذكور أيضا في التوراة حد الرجم على الزاني وحاول أحبار اليهود أن يخفوا هذا الحكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه فضحهم وكشفهم فأنزل الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يخفون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به والعلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم من أحبار اليهود وعلماء النصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في التوراة والإنجيل أولئك يلعنهم الله ويطردهم من رحمته ويدعو عليهم جميع الخلق باللعنة